لأن مبارح كانت بداية قوية بداية مبشرة في أول ظهور لمنتخب مصر تحت قيادة المدير الفني الجديد روي فيتوريا اللي قدر منتخبنا يفوز على النيجر بتلت أهداف نظيفة بمشاركة صلاح ومجموعة من المحترفين في نفس اليوم كمان مبارح كان منتخب مصر الأولمبي بيتعادل مع بنين بدون أهداف اللي نتكلم عن تفاصيل الظهور الأول للمنتخبين مع محمد البورامي الناقض الرياضي اللي مشرفنا في الأستود صباح الخيري محمد صباح الخير عليكم شفت المراح ازاي مباراة مصر وناجر تحديدا في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة روي فيتوريا وانضمون مجموعة من المحترفين ويمكن شفنا كمان محمود حمادة أول برضو لعب الانتاج الحاربي أول مرة نشوف مشاركة لي مع المنتخب شفت الأداء ازاي تلي والله هي كبدأة يمكن لسه ندرش نحكم على أداء المنتخب بشكل عام أو الطريقة اللي هيلعب بها فيتوريا الفترة الجاية لكن هي ممكن مفيش اختلاف كبير جدا في طريقة لعبة نفسها ما بين طريقة كارلس كروش كامل لعبة 4-3-3 فيتوريا كمان هيكمل 4-3-3 هو هيجرب لعبة كتير جدا ويدخل لعبة كتير يمكن الدوري كمان متوقف الفترة الحالية فلسه مش هيزهر له العدد الكبير من اللاعبين اللي قدر يستعين بهم لكن يعني واضح أن الرجل عنده منفتح على الاعتماد على العدد كبير من لعبة على لعبة مختلفة يمكن كان ده نفس النهج اللي كروش اشتغل به فترة فكرة أنه أنا أوسع دائرة اللي اختهرات واختار لعبة مختلفين أنه مبارح محمده يشارك لأول مباراة مع المتخبول لعب مميز جدا طبعا يعني قدم موسم جيد جدا مع فرقه هو لعب جيد هو لعب جيد من ظهور الأول أمام المقصة بسيمكن هو اختياراته شوية في التنقلات بين الأندية أثرت عليه بشكل كبير لكن هو بيحاول يدخل كان انتاج حربي قبل كبه كان انتاج حربي وكان مقصة وبعدين بيرامز كمان راح بيرامز فترة ملعبش كتير ثم في فرقه الموسم الحالي كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري في وسط الملعب وكمان في فرقه يعني فيمكن لعبة شوية الانتقالات الكتير بين اللاعبين بتأثر على مستوام شوية بيخلهم يظهروا بشكل متأخر مبارح يمكن كمان بدأ يعني فكرة دخول زيزه لوسط الملعب يستفيد به ممكن كان ده من الحاجات اللي شوية بتبقى عاملة مشكلة للمتخب هل يلعب جناح مكان محمد صراح أو يدخل وسط الملعب فرجل واضح نوع يعني بدأ يبص يذاكر فترة كوروش كويس وكمان الوقت اللي كان موجود فيه قبل نهاية الدوري قدر يحط عينه على عدد اللاعبين ممكن يتعامل معهم إزاي يختار لعبة إزاي شوفنا محمد حمدي بيشارك مبارح عمر جابر في لعبة أعتقد نوع كمان حتى القائمة نفسها كان فيها عدد من اللاعبين ما نضموش للمنتخب قبل كده فأعتقد هو رجل ما هيعتمد على العدد كبير من اللاعبين لكن تاريت اللاعب مش تتغير كتير جدا عن الطريقة اللي كارلس كوروش كان ملعب بيها أربعة ثلاثة ثلاثة وأنا أظن أن دي طريقة مناسبة أكتر للمنتخب يعني لو إحنا نقارن بين البدايات يعني لو هنشوف البدايات بتاعة حسام البدري مثلا وآهاب جلال وكيروش وفيتوريا إيه الحاجات التي أنت شايفها في بدايات كل واحد فيهم؟ يعني هو أو يعني المتشبهة ما بيننا فيتوريا وهما الانتقادات أقل للفيتوريا لأنه مدرب أجنبي يعني كمان فكرة مباراة زي الناي جراء مباراة وديها في النهاية ما دارتش تحكم على الجهاز الفني فيه ما دارتش تحكم حتى على اللاعب اللاعبية لسه بتتعرف هو كمدرب عايز يشتغل إزاي عايز لعبها تلعب بأي شكل بشكل معين في جمل بين اللاعبين في طريقة لعب معينة حركات معينة وبيحفظ لسه لعبين وده أول معسكر لي مع المنتخب هيبان لسه الشغل ده أكتر مع الوقت بقى مع لعب مباراة رسمية واللعب مع منافسين أقوية ده كل الحاجات بتفرق مع المنتخب شوية يمكن الحاجة اللي بتختلف عن فيتوريا حاليا أو وجود حسام البدر وإهب جلال الانتقادات أقل اللي في النهاية هو مدرب أجنبي عندنا عودة الخواجع بالضبط يعني بغض نظر عن الأداء مع كابتن حسام كان عامل أجنبي وإهب جلال بس الناس كان الانتقادات طول الوقت قبل ما يبدأوا لكن مع فيتوريا شوية الهجوم أقل فيه هدوء أكتر في النهاية فيه هو كمان لو حتى فيه هجوم هو مدرب أجنبي ده نطج يعني لا هو المدرب الأجنبي شوية كمان ما بيتأثرش بالانتقادات وما بيسمعش كتير للمشاكل اللي موجودة بحاول يتعامل معها بهدوء بيركز في الملعب أكتري يمكن حتى أزمة الحراسة المرمى للمنتخب مر بيها هو حتى رجل كان بيتعامل معه بهدوء جدا ولما تسأل على محمد عواد رد قال أنه هو معجب محمد عواد لكن ظروف المنتخب الحالية واللعيبة فهو رجل حتى ما بيتجنبش الدخول فيه أو الإجابة على الأسئلة اللي فيها مشاكل يعني أي مدرب تاني ممكن يقولك ده اختيارات الفنية وأنا من حق يختارها أنا عايزه مش من حق اللاعب نو يعلق على الاختيارات لكن هو في أنه يتعامل بهدوء مع المسألة فهو من رجل واضح وهادي بيتعامل بهدوء أكتر بيتجنب المشاكل وده جزء أعتقد من شخصية فيتوريا المعروفة عنه خلينا سألك محمد برضو على فيتوريا نقدر اللي إحنا نحكم من خلال مباراة يمكن أن نجر ترتبها الـ 211 على العالم فهل المباراة دي نقدر اللي إحنا نحكم فيها كبدايات ليه فيتوريا ولا ننتظر وشايف التناغم في الملعب كان عامل إزاي؟ لا بدر جدا بدر أن أنا أحكم على فيتوريا في توقيت زي ده لا بدر جدا لازم يكون يعني أنا وجد نظر أن أي مدرد من منتخب مصر لازم يأخذ يعني بنكلم ستوشهر لسنة حسب عدد المباراة كمان لأن في نهاية التجمعات الكتير ما بيكونش كتير للمنتخب فيه توقف لسه جاي عشان تكسل عالم فيه ده أول معسكر ليه فهو محتاج وقت طويل جدا عشان يقدر كمان يمكن ما فيهش دورة كمان حتى الآن ما فيهش مباراة فلازم يبدأ يشوف الدور يشوف اللعيبة يبدأ يختار يبدأ يلعب مثلا خمس مطشاط عشر مطشاط يلعب مع منافسين أقوية كل الحاجات دي بتفرق مع اختيارات وانت طالما اخترت المدارب أجنبي ومقتنع بالمشروع بتاعه التعاقد معه موسمين كمان سنتين فبالتالي هو عنده وقت طويل فلازم تديه وقته الكافي اللي يقدر يبني فيه مشروع يعني المشروع كويس يبدأ يختار لعيبة يبدأ يطور لعيبة المنتخب يدخل نحن كمان بتعبدي لغاية عشرين ستة عشرين أربعة سنوات فهو فيه وقت طويل جدا هو يقدر يختار لعيبة ويشتغل فبالتالي لازم تسيبه ويشتغل هلما بنتكلم على كاسة العالم ستة وعشرين بنتكلم على أم أفريقيا لسه بنتكلم في معانا سنة ومعانا سنتين فلازم ياخد وقت كافي عشين يلعب في الوقت الكافي ده اللي بيبان التخطيط للمنتخب هو زي مخطط المنتخب بلعب مرشاة ودية مع مين بيختار فرق ضعيفة ولا فرق قوية هل عنده رغبة في الاحتكاك بعد كبير اللاعبين ولا لا بعد كبير المنتخبات الكبيرة ولا لا يمكن احنا فترة كنا بنتجنب نحن نلعب مع منتخبات كبيرة مرشاة ودية فده طبعا بيكون احنا محتاجين ده محتاجين نوسع القاعدة محتاجين نختار محتاجين ده بشكل كبير طب انت بس عشان قلت حاجة كده لقيتني شوية ان هو ممكن يكمل بنفس طريقة كيروش يعني هل هو يكمل فعلا من طريقة كيروش والأربعة ثلاثة ثلاثة ولا هيبقى في حيوية اكتر في الملعب تفتكر هيعمل ايه هي طريقة اللاعب يعني الأربعة ثلاثة ثلاثة يعني بتختلف من مدرب الى اخر في مدرب بيعتمد عليها اكتر بشكل دفاعي ويلعب على المرتدات زي كيروش مثلا كان بيعتمد عليها دفاعيا اكتر في مدرب تاني بيخلي لاعب واحد بس هو الديفندر في وسط الملعب ستة اول اتنين اتنين وسط الملعب اللي قدامه عندهم حرية هجومية اكتر عندهم بيروخوا للجون اكتر فبالتالي ممكن تكون لها شقة هجومي في طريقة اللاعب نفسها متغيرتش لكن ازاي طريقة اللاعب دي بتتنفذ اداء اللاعبين ده بيفرض على وفي نفس الوقت كمان المبارات بتفرض ركمها على المدير الفني يعني كيروش لعب منافسين اقوية جدا وفي ظروف المنتخب كان مضطر ان هو يلجأ لها بشكل دفاعي وحس ان هو يأمن يخطف جون ويجيب جون لكن هو في النهاية ما يدخلش في جون فالطريقة اقن الدفاعية ما كناش بنقدم كرة كويسة لكن في النهاية بغض نظر انت لم توفق لكن وصلت مثلا امام السنغال لنهاية امم افريقيا وخسرت ضربات جزائية كنت ممكن تكسب البطولة في كاس العالم برضو خسرت ضربات جزائية كنت ممكن تصعد كاس العالم فالفرق ضربات الجزائية بس مش اكتر يعني لكن في النهاية المباراة هي اللي بتفرض على المدير الفني شكل يعني لكن فيتوريا شوية هجومي اكتر من كارلس كروش تعالى نتكلم على تكنيك اللعبة في الملعب تحديدا يمكن احنا شفنا هدف محمد صلاح كان في الديها 43 تقريبا من الشوط الاولاني عمر الشوط الاول واتفاجئنا بتغييرات حصلت في بداية الشوط التاني بنتكلم على امام عشور ومحمد عبد المنع مكان زيزو والوينش رغم اداء زيزو كبلايميكر او صنع العب في خط الوسط كان اداء هايل شفت التغييرات دي ازاي ولو هنتكلم على برضو كان اعتقد في عندنا نقطة ضعف الهجمات المرتدة بتشكل خطر علينا اكيد بس هو هو في النهاية مقدار شحب مباراة نايجر نايجر مش خصم قوي في النهاية ودي مباراة ودية فبالتالي انا كمان عايز اقرر يعني شوف اكتر عدد من اللعبين قدر اعتمد عليهم امام عشور من اللعبين الاسين في المنتخب محمد عمين من اللعبين الاسين في المنتخب سوى يمكنك شوية كان بيفكر في ان زيزو والوينش هينضموا لمعسكر لزمالك عشان مباراة اللي كنت شادي فهو يستغل الفرصة فقالك جرب لعبها كتير فهي فكرة التجريب دي هتستمر اعتقد انه لسه امام ليبريا هجرب عدد لعبين ممكن للتشكيل الاساسي اللي كان موجود في مباراة نايجر ما يكونش موجود ويغيره تماما قدام ليبريا لانه هو محتاج يشوف اكبر عدد من اللعبين لان احنا بنكلم فترة التوقف حاليا يمكن انه فيش مباراة خالص غير كان مباراة برامدز مباراة في يوتشار في الكونفدرالية مباراة الزمالك كمان فهي الكثة انه لسه محتاج وقت محتاج يجرب اكبر عدد من اللعبين فهنشوف التجيرات دي بتحصل طول الوقت الهجمات المرتدة يعني كل ده بيحصل مع الوقت مع الوقت بيبقى فيه تغطية دفعية بيبقى فيه عنق دفعية هو بيبدأ يشوف ايه النقاط الضعف اللي موجود عنده ايه المشاكل اللي موجود عنده يبدأ يعالجها لكن هل هتظهر الوقت صعب تظهر الوقت لكن المهم انه هو يكون مستقر على العدد اللعبين اللي هم هلعب بيه ال 11 لعب الاساسي والخمس لعبين اللي هم بيحصل ما بينهم التغيرات وبنسبة كبيرة هو اعتقد يعني القوام المنتخب معروف مش خافي على هو ده اللي هيبان وطرية اللعبة كمان يعني يمكن رهان على الحاجتين دول اكتر من اي حاجة صحيح خلينا نتكلم بقى لمنتخب الولمبي وخلينا نتكلم عن التعادل اللي شوفنام بارح وليه حاسين احنا بغياب تجانس ما بين العيبة اللي اند اول تجامع لمنتخب الولمبي احنا ما كانش عندنا منتخب الولمبي اصلا ده هو لسه المدرب بدأ يضم لعيبة لمنتخب الولمبي يعمل قاعدة جديدة للمنتخب الولمبي قبل ما كفالي يكون موجود ما كانش فيه حد اصلا الموجود كمدير فان المنتخب ما كانش فيه منتخب كان كابتن شوق غيره تم اختياره لكن لم يتم اختيار اللعبين ولم يتم عمل معسكر بهم فده اول معسكر اللعبين اللعبة دي ما لعبتش مع بعض قبل كده موجودين اول مرة ده اول مبارا بالنسبة له فاعتقد هو هياخد وقت كمان لحد ما يجهز كمان ويشوف كل اللعبين لان مش كل اللعبة مثلا ظهرت قدام يعني هو بيتجهز قدام مقاعدة لعبين وهو بيبدأ يختار منها لكن هو بنفسه هيبدأ مع الوقت يشتغل وشوف يبص على اللعبة اللي موجودة في الدور المصري يختار منها عناصر لان يمكن اغلب العناصر اللي موجودة حاليا مش اختيار وهي بتبطى رشحات اكتر لان هو لسه ما شافش اللعبين كلهم بيبدأ يبص عليه ويشوف فالفكرة كلها بتبقى هو اختار مين شاف مين مناسب بالنسبة له لعب منشطة دي كل الحاجات دي وده حاجاتها تاخد وقت يعني لسه بدل ان انا برضو قادر اقول هل هو شغال كويس او شغال غلط لان كل اللعبة دي يمكن اول تجمع بالنسبة لها حتى المنتخبات السنية نفسها مكانش موجودة يمكن بعد بعد الولمبيات تقريبا مكانش منتخب اولمبي فده يمكن لسه اول مرة يبقى عندنا او يبدأ يحصل تجمع بيهم بس احيانا لغة كرة القدم الملعب بيكون لي معطيات مختلفة خلال متابعتك للمباراة مبارح للمنتخب الولمبي شايف ان دي يعني اداة او علامة لوجود جيل جديد قادر على المنافسة قادر على يعني جلب الالقاب لمصر المكالمة عن المنتخب برضو في النهاية بيمثل مصر هو في العبية كويسة في المنتخب الولمبي العبية بتلعب فريق اول مع فرق يعني عرب بادر من نشير الاهلي اللي تجربة مع مع فيوتشر وكان بلعب اساسي لي في التجربة قبلها مع الجونة محمد اشرف هو اللي انهى الموسم كان بديل علم مع لول محمد اشرف لعب كويسة احمد عاطف في لعبة كتير جدا كويسة هتبان وهتظهر مع الوقت ميسي مثلا لعب الاهلي الجديد المنتقل من سيراميكا كان موجود في لعبة مين فيهم لفت نظرك قلت هو ده مبارح محمد اشرف لعب محمد اشرف في الباك الشمال الاهلي اعتقد هو يعني اكتر حد لفت نظره في المباراة وكمان يمكن هو من فترة شغال بشكل كويس جدا مع الاهلي واعتقد هو كمان في الاهلي بيفكر فيه كبديل لعلي معلول واظن ان هو اذا كمل بالمستوى ده مع تطور هيكون عندنا هيكون الباك الاساسي لباك الشمال الاساسي المنتخب مصر هو لعب جيد جدا شايف كان المنتخب بيفتقد لصنع العب اصابة ميسي شوية اثرت على المكان ده لكن هو لسه يبدأ يستكشف لعيبة يمكن مفيش لسه لعيبة كتير جدا شفها مفيش لعيبة مستكرة اللي انت اصابة ميسي وما يبقاش عندك البديل حتى لو لسه بتبدأ برضو اعتقد صعب شوية تأثر عليك حتى المنتخب الاول ما عنده لصنع العب حالي حتى المنتخب الاول بيعاني في المركز ده عنده مشكلة محمد مجد أفشا شوية مستوى بيوبا متراجع شوية مستوى كويس لكن مع كروش مثلا ما لعبش مع الاهلي كان مستوى متراجع على اي حال هاي يبقى يعني الوقت هو عنصر الحكم او هو الحكم والفيصل للحكمة على يعني سواء كان المدير الفني هنا في المنتخب الكبير او المنتخب الولمبي محمد البورمي بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر لنقد الرياضي شكرا لك شكرا لك